لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من غزة سمير زاقوت نائب مدير مركز الميزال لحقوق الإنسان كيف تقرأ ما قامت به قوات دولة الاحتلال من تعامل هذه المرة بشكل وعلى مرأة ومسمع من العالم برصاص حي لطالما عرفنا دولة الاحتلال بتعاملها العنيف مع الفلسطينيين العزة لكن هذه المرة تطور الموضوع إلى رصاص حي كيف تقرأ هذا الأمر؟ يعني هذا يشير أول ما يشير إلى أن سلطات الاحتلال تعلن جهارا نهارا بأنها لا تكترث لا بالقانون الدولي ولا بالمجتمع الدولي وأنا أعتقد أنه ما كان لدولة الاحتلال أن تمارس هذا السلوك عمليات القتل العلني وكما أسمها أحد صحفيين لإسرائيليين أنفسهم بأنه جيش الذبح ما كان لدولة الاحتلال أن تمضي قدما في تصعيد جرائمها وانتهاكاتها لو لا صمت المجتمع الدولي وتواطئه وغياب الحاضنة العربية والإسلامية عن دعم القضية الفلسطينية نحن كمنظمات حقوقية رصدنا انتهاكات واضحة كل سلاح ناري استخدم ضد المسيرة السلمية يمثل في حد ذاته جريمة حرب ليس فقط الرصاص المتفجر وبالمناسبة هو يستخدم منذ بداية انتفاضة عام 2000 دولة الاحتلال تستخدم الرصاص المتفجر وهذا يشير إلى أن هناك تعمد بإيقاع أكبر قدر ممكن من الأذى يعني من لا يقتل يصاب بأذى بليغ قد تصاحب إعاقة إلى آخر العمر وبالتالي أنا أعتقد أنه أنا الأوان للمجتمع الدولي أن يتحرك أنا الأوان للفلسطينيين أولا أن يتوحدوا وأن يجندوا من حولهم العرب والمسلمين لاتخاذ مواقف جدية وحقيقية في السياسة والاقتصاد في لعبة المصالح الدولية أما طالما دولة الاحتلال تحظى بالحماية والرعاية دولة الاحتلال الآن تصبح وتتحول إلى حليف للعرب والمسلمين الولايات المتحدة الأمريكية تحقق كل مصالحة لا يمكن لنا أن نطمح إلى تغيير جدي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات إلى محاسبة وملاحقة كل من يشتبه في ارتكابه لهذه الانتهاكات بما في ذلك الآليات الدولية المختلفة سواء المحكمة الجنائية الدولية كأداة محاسبة عن انتهاكات الخنوعة الدولي الإنساني سيد سمير كيف نفسر الخنوعة الدولي بعدم أي إدانة أو حتى استنكار لما حدث؟ ماذا نفسر؟ أنا أعتقد أن هذا واضح هناك تواطئ لا أحد يرغب لا الأوروبيين تشير التجربة إلى أنهم جبناء يخشون من الضغوط الإسرائيلي من اللوبيات الصهيونية في داخلها الأحزاب السياسية والقادة السياسيين يحاولون أن يتجنبوا كل خطاب يمكن أن يدين إسرائيل أو كل فعل حقيقي يمكن أن يزعج إسرائيل لذلك نرى هذا الصمت المطبق الولايات المتحدة الأمريكية واضح أن ترامب على يمين الإرادة الإدارة اليمينية الصهيونية القائمة في دولة الاحتلال وبالتالي ما لم نتحرك نحن أولا كفلسطينيين لماذا هذه الشرذمة ونحن ضحايا وهذا الانقسام يضاعف من معاناتنا يضاعف من آلامنا لماذا نبقى مقسمين ولا نتوحد حول أجندة وطنية واحدة تواجه دولة الاحتلال وانتهاكات دولة الاحتلال وتستطيع أن تجند من حولها العرب والمسلمين وأحرار العالم هناك دول كثيرة حول العالم في أمريكا اللاتينية حتى في أوروبا الغربية تنتصر للحق الفلسطيني تقف موقفا مغايرا لموقف الإدارة الأمريكية لكن الهسف الشديد طالما الفعل في حقل السياسة والدبلوماسية ضعيف جهودنا كانوا شطاء في مجال حقوق الإنسان عمليات الرز والتوثيق والملاحقة القضائية نعم تزعج دولة الاحتلال وتربق دولة الاحتلال وتسجل نقاط قد تفضي في المستقبل إلى تحقيق نجاح حاسم لكن على المدى المنظور وعلى المدى الآن ما لم يكن هناك حراكا سياسيا جديا لأننا نتحدث عن مصالح دول بالمحصلة النهائية حتى مجلس حقوق الإنسان أعضاء يمثلون دول وليسوا خبراء قانون دولي أو نشطاء حقوق إنسان لذلك أنا أعتقد أنه أنا الأوان للعرب أن يغادروا مربع الصمت هذا للمسلمين كذلك وأن يتخذوا مواقف عملية وليس فقط أن يبيع الفلسطيني أو أن يبيعوا الفلسطينيين تصريحا بالمناصرة والمؤاذرة وفي الوقت نفسه يحققون كل ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الداعمة لإسرائيل في الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية اتضحت الصورة أشكرك سيد سمير زاقوت نائم مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان كنت معي من غزة